أهمية المشروع وعوايد المباشرة والغير مباشرة فيه جزئية خاصة ومهمة جداً وهي استدامة ضخ النقد الأجنبي احنا بنتكلمش بس عن 35 مليار دولار احنا بنتكلم عن جملة استثمارات تقدر ب150 مليار دولار ازاي بيتأثر مسألة استدامة ضخ النقد الأجنبي على استمرارية واستدامة المشروعات احنا دايما بنتكلم في مصطلح تنمية المستدامة المقصود بها ايه؟ ان انا بقى فيه عندي استدامة او التمويل المستدام تحديداً خليني اخرج من التنمية خليني في التمويل المستدام انا الفكرة كلها بالنسبالي لما باجي اشتغل في بروجيكت تحديداً مبقاش بالنسبالي انا بشتغل وان شوت سنة واثنين وثلاثة لا انا عايز بقى فيه كونتينيوس الموضوع يبقى مستمر طب ده يساعدني في ايه؟ اول حاجة انا عندي مشكلة مثلاً في الدين الخارجي بتكلم في 64 مليار ده هيساعدني ان انا عمليات التمويل والاستثمارات المباشرة هتساعدني ان انا قلص شوية في حجم الدين الخارجي دون الاعتماد على الموارد الاخرى اه هي الموارد الاخرى احنا عندنا تنوع زي ما قلنا احنا عندنا فيه سياحة وفي عندنا ارادة قوي السويس اه كان فيه شوية التوتر الفترة اللي فاتت في الارادات بتاعتها ولكن انا الميجا برويجكت اللي داخل دلوقتي معايا ده انا بنوع مصدر جديد بلاس طبعاً الصدرات لان احنا عندنا ملف الصدرات والولادات لما نيجي مبصر اتنين ما زال فيه فجوة وده هيساعدني شوية في تقليل الفجوة لما ابتدي ركز اكتر في ملف الصناعة وبالتالي هنا انا المواطن هيستفيد من ده زي وهو ده اللي احنا عايزين نقوله بقى انا كمواطن لما يبقى فيه عندي تقليل شوية للفجوة ما بين الصدرات والولادات نمرة واحد نمرة اتنين اقلل شوية من حجم الدين الخارجي دون الاعتماد على الموارد الاخرى وانا عندي موارده هو ابتدى يساعدني في التغطية بالتالي ده هيبتدي انعكس على ملف الصدرات اللي هو هيجي من تحت منه الصناعة والزراعة هيوفر فرص عمل هبتدي دلوقتي اقدر اصرف اكتر على التعليم هقدر اصرف اكتر على المزالة الحماية الاجتماعية ابتدي اوسع وازود فيها وده اللي احنا عايزين نوضح انه هي انعكس تحديدا على المواطن لاننا هبتدي استخدم موارده الاخرى في تمويل هذه الامور